الموعد المحلي بأشان يلمني حيث تمكنت فرقة الحراسة والمراقبة الجمركية بضائرة هنين بولاية تلمسان من إحباط محاولة تهريب قرابة 15 قنطار و60 كيلوغرام من المخدرات القادمة من المغرب القنب الهندية المحجوز كان موزعا على 60 حقيبة مغلفة بأحكام وتحمل الرقم واحد لكل علامة أو للنوعية المخبأة داخل الحقيبة كما أن هذه العالمات تشير إلى وجهة المخدرات وأصحابها فاطمة زهرى جوال ومحمد معاد وتفاصيل تمكنت عناصر مركز الحراسة والمراقبة الجمركية بهنين اليوم على الساعة الثانية ونصف بمنطقة فاطمة العربي من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من البلد المجاور متمثلة في 60 حقيبة قدرى وزنها ب1560 كيلوغرام أي 15.60 قنطار من الكيف المعالج موضوعها في الصندوق الخلفي للسيارة من نوع فيات سكودو وتم على إثرها تحرير محضر حج واتخاذ الإجراءات من أجل تحديد هوية المخالفة ترجمة نانسي قنقر